مشاهدين نوه إلى هذا الخبر العاجل حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اليو زياشينج رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة والوفدة المرافقة له من كبار المسؤولين بالمجموعة وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية معربا عن التهنئة للرئيس شي جين بينج بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين لفترة جديدة ومنوها إلى ما تكنه مصر قيادة وشعبا من تقدير واحترام للقيادة والأمة الصينية التي تحقق تقدما تنمويا مطردا وما كانت المهمة على المستوى الدولي وأكد حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركة الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشارك من جانبي أكد رئيس الشركة الصينية ندى وافع الاستثمار والتوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة تأتي في إطار علاقة الصداقة العميقة بين البلدين والقيادتين والشعبين وكذلك في ضوء ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعيا في حجم وجودة البنية التحتية والصناعية التي تم تشييدها وتحديثها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية لما أتاح فرصا استثمارية جديدة لم تكن متوافرة من قبل مشيرا في هذا السياق إلى التحسن الملموس الذي طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات والمدن الجديدة والموانئ البحرية وفي مجالات محطات تحلية ومعالجة المياه والكهرباء وتاقة الجديدة والمتجددة موضحا أن المجموعة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهايدروجين الأخضر في مصر باستثمارات تتراوح قيمتها من خمسة إلى ثمانية مليارات دولار في ضوء ما تتمتع به مصر من مقاومات كبيرة في هذا الصدد